هنروح للتنس الأرضي مايار شريف نجمتنا العالمية بنت النادي الأهلي يمكن تعرضت لخروج مفاجئ من بطولة ايدي لايد اللي تلعبت في استراليا منذ أيام وانتعرفين طبعا ان مايار شريف تصنفها رقم تاتة وشتين للأسف القرعة وقعتها مع بطلة روسيا لودوميلا مصنف رقم تسعة وثلاثين عالميا يمكن هي تصنفها أحسن من مايار وخسرت طبعا خسرت بصعوبة لو تشوفتوا نتائج المجموعات السبع ستة وستة أربعة الموضوع كان ماشي شوت وشوت شوت وشوت فطبعا مايار حتى وتخسر بتخسر بشرف ودي حاجة طبعا تخلينا سعداء مايار في الترتيب تاتة وستين وده حاجة كان إنجاز كبير انها تخش في الطوب 100 players على العالم كله احنا مستنين كمان من مايار ان شاء الله بس ده يحتاج موجود أكتر ومشاركات أكتر ونتائج أحسن إنها تخش في الطوب 50 لأن ده يخليها تتجنب خلي بالكوا بقى من الجاي ده تتجنب تلعب مطشات جامدة زي دي في البداية ما انت لما تبقى أول 50 لما بيحطوك بتخش على حاجة اسمها الميندرو ما بتصطدمش باللعيبة الجامدة في البداية وصلنا للطوب 50 أو أحسن 50 صدقوني مايار هتبقى هتفضل في المكان ده يعني فترة طويلة وطبعا احنا قدامنا أنس أنس جابر لعبة تونس نجمة تونس دلوقتي في الطوب 10 من أحسن 10 لعبات على مستوى العالم لا لعبة عربية يعني زينا من الأشقاء العرب وبقتت من أحسن 10 لعبات على مستوى العالم فمايار رايحة رايحة الحتة دي خاصة أن المهار السنة فكت في ترتيب 163 لو تفتكروا نطينا 100 مركز في سنة طبعا ده بصعوبة لأن طبعا تعرفين بطولات كتيرة تتلقي بسبب كورونا فطبعا مايار عشان تبدأ تدور على بطولات على مستوى العالم تخشها وتجمع نقاط موضوع صعب جدا كل التوفيق لمايار شريف يا رب ان شاء الله في القادر طيب استكمالا للتينس الأرضي فيه طبعا الاتحاد المصري للتينس عمل حاجة كويسة جاب مدير فني أجنبي مدير تخطيط وتطوير وده اللي احنا محتاجينه الحقيقة قبل من مدير فني مدير تخطيط وتطوير فرنسي كورواء ده موجود في مصر وعمل محاضرات مع مدربين النادي الأهلي عمل محاضرات مع مدربين ومدربات النادي الأهلي واللعبين كبان وده طبعا جيه في إدارة التنصيق اللي حصل بالنادي الأهلي والاتحاد في الساعات اللي فاتت الراجل الفرنسي تتكلم على أجازة الفنيية وشرح لهم جوانب كتير عن أساليب تديف في العالم وكان فيه شق نظري وعمل اللعبة واللعبات في مختلف الأعمار وكان إدارة نشاط الرياضي بالنادي حريصة على توفير كل الترتيبات الخاصة باستقبال وفد من اتحاد التينس عشان أقصى استفادة ممكنة من الزيارة دي لأن ده هيساعد في تطوير اللعبة بشكل مستمر هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي بيعمل بيشارك وبيحاول هذا طبعا صورة من مستر كروة المدير التطوير والتخطيط في الاتحاد المصري التينس الأرض وده اللي احنا كنا عايزين يعني ممكن الراجل عنده خبرات كبيرة هيشوف الدنيا ماشية إزاي حاول يساعدنا بشكل أو آخر نحن نشوف نجوم كبار ويمكن النادي الأهلي هو محطته من المحطات الكبيرة لأن النادي الأهلي عنده قاعدة عريضة وزي ما قلنا لكم قبل كده في حلقات كتير النادي الأهلي هو أحد قلاعة التينس الأرضي في مصر وأندي أخرى طبعا من كل احترام لهم ولكن النادي الأهلي يمكن من أكبر الأندية في مصر كل التوفيق للتينس الأرضي بالنادي الأهلي طيب هنروح لخبر يتعلق بكرة السلة أو منتخب كرة السلة طبعا احنا كلنا أمل وكلنا إن شاء الله ثقة بإذن الله لأن منتخبنا يمكن كان معنا نجم المنتخب والنادي الأهلي إيهاب أمين كان موجود أو يعني كان معنا على مدخلة وكلنا طبعا أمل إن شاء الله أن احنا نتأهل لكأس العالم القادم التحدي السلة أعلى منذ أيام نتعاقد مع روي رانا مدرب منتخب كندا السابق ودي صورته وهو الحقيقة فاز مع منتخب كندا بطولة العالم لنشيط عام 2017 لنا في سالة واحد ده كان مدير فني منتخب كندا وتولى كمان منتخبات كبيرة وصعد بها كأس العالم والراجل يعني عنده فكر جاي جدا وكان أحد المرشحين بقوة لتولى المنتخب والراجل رحب جدا جدا ونائب رئيس التحدي السلة للمهندس محمد عبدالطلب صرح لنا إنه روي هيوصل لقاهرة الإسبوع المقبل وقال إن الكندي يعني جاهز لمنتخب مصر عشان يمضي الأقود بشكل رسمي ويبقى فيه مؤتمر صحفي الإعلان عن تعاقده وطبعا أكيد شروط التعاقد والفترة اللي هتولى فيها المسؤولية وقال للمهندس محمد عبدالطلب من الكندي أول ما يوصل هيئلا عن أعضاء الجهاز المعاون ليه طبعا ده أعضاء طبيعي ويحط كل حاجة على ورق ومنها خطة أعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية وهي الكأس العالم كابتل محمد عبدالطلب نائب الرئيس أكد إن المنتخب يلعب حوالي أربع مطشات ودية ممكن يكون فيهم اتنين جوا مصر واثنين زيهم برا مصر في السنغال ربنا معهم دنيا صعبة عشان كورونا عقد التحاد السلام على الراجل الكندي ده هيكون عقد الاتحاد السلام على الراجل كده هيكون لحد نهاية المرحلة التانية من التصفيات الأفريقية في شهر تمانية اللي جاي ودي فترة كافية يعني عمل إمج كامل أو صورة أو تصور على منتخب مصر منتخبنا بيلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات قوية جدا السنغال كينيا الكونغو الديمقراطية تلت منتخبات قوية والويندو الأول عرفنا من إهاب أمين هو معنا على الهاتف عرفنا الويندو الأولي هيكون في فبراير في السنغال على ملعب السنغال والسنغال طبعا أحد المرشحين 25-26-27 هايز أقول لكم أنها تبقى تصفيات صعبة جدا 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 ونتمنى طبعا منتخب السلة يرجع تاني سابق عهده ويرجع يشارك في كأس العالم وكمان يمكن انتحاد السلة عمل حاجة إيجابية دايما بنشيد بيها وهو انتظام البطولة بدري يعني يمكن المشكلة دي شفناها السنة اللي فاتت أن جينا على آخر الموسم يا المنتخب يا الدوري وكان اختيار أحلى هما مر يمكن الاتحاد تعلم من الموضوع اللي فات وعمل ضغط المسابقات بتاعته ويمكن احنا بنتكلم النهاردة ان احنا في المباراة الجولة التانية في الدور الترتيبي في العودة في دوري السوبر ودي مرحلة متقدمة احنا كنا بنلعب المطشط دي مش في يناير كنا بنلعبها في مارس لو حدا كنت تفتكروا كنا بنلعب في مارس وساعات في إبريل فطبعا ان احنا نلعب النهاردة في يناير فده كل الضغط ده عشان يفضي الموضوع اللي روي مهمته صعبة الوقت دايق بس ان شاء الله كلنا ثقة في منتخب مصر واللعبين واكيد الجهاز الفني وكل المسؤولين ان شاء الله ننحق الحلم ونتأهل لكأس العالم